ومن الخرطوم تنضم إلينا سيهم سعيد مراسلة الغد إذن سيهم كيف تجري التدريبات للجيش السوداني وأيضا ما أهميتها في ترقب لكلمة الفريق أول عبد الفتاح البرهن في ختام العام التدريبي نعم بالفعل بدأ قبل قليل في منطقة المعاقيل بالقرب بمدينة شندي شمال السودان ختام العام التدريبي لهذا العام 2021 للقوات المسلحة السودانية طبعا القوات المسلحة السودانية كمؤسسة عسكرية عريقة لديها سلسلة من التدريبات الراتبة خلال العام هذا هو ختام العام وكل نوع من التدريب يكون في منطقة عسكرية مختلفة في شتى بقاع السودان ختام العام التدريبي هذه المرة في شمال السودان في منطقة المعاقيل يشهده الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية وأيضا الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية وقادة الوحدات العسكرية المختلفة بالجيش السوداني طبعا هو ختام أو تدريب هو مهم هذه الفعاليات العسكرية هي فعاليات مهمة بالنسبة للجيش السوداني ونترقب كلمة الفريق البرهن القائد العام للجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي خاصة في هذه الظروف التي يعيش السودان الآن في ظل هذا الاتفاق الذي وقعه مع عبد الله حمدوك وانتظار تشكيل حكومة الكفاءات التي ينبغي أن تشكل هذه الأيام نعم شكرا سيهم سعيد لمراسلة رغد كنت معنا من الخرطوم